اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم تثبيت برنامج كليك على جهازك بنجاح الحمد لله رب العالمين الآن وقت تشغله قبل تشغله تضع عليك الكيمين خصائص هنا بتخليه يشتغل على windows xp surface bacteria وتشغله كمستخدم كمسؤول وضغطين هذه واجهة البرنامج الآن لو جينا مثلا نبغى نكتب كتابه أو فرضا نمسح هذه كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خصائص هنا بتكتب الكتاب اللي انت تريدها مثلا يسعد صباحك هنا الخطوط نعم اشتركوا في القناة نعم طبعا تستطيع التحكم بالخط ومثل ما تريد تختار الفرضا بهذا الشكل نلاحظ ان بعض الكتابات مثلا حرف الكاف ما جاءت الحمزة هذه لانك انت تضيفها من هنا بهذا الشكل تضيف الزخرف مثل ما تريد طبعا مثلا زي كلمة يسعد بإمكانك تضغط عليها كلك يمين أضر شيبس أشكال أخرى تطلع لك أشكال أخرى متنوية عديدة مثلا هذا الشكل بإمكانك تحدد على مثلا هذه الكتابة بتنقلها لأي مكان تريده أو تضيف أي أشكال أو رموز حتى لو مثلا الخطة الديواني الرموز اللي فيه معدودة وقليلة بإمكانك تضيف أي خط جديد مجرد ما تفاعله بتتغير الرموز إلى الشكل يعني مثلا هذا الثلث أو عفونا الفارسي بيعطيك أشكال جديدة بتقدر تضيفها على نفس الخط بس في النهاية لما تيجي تبغى تصدر العمل للفوتوشوب بتجي عند إكسبورت لما تيجي تصدر عندك مثلا أدوبي إلينستريتور أو بي دي اف طبعا بصيغة AI تقدر تأخذ الملف وتعدل عليه بالPintool أنا عادة بصدر بهذه الصيغة عشان هي تكون أوضح لن أقدر أخذها على الأدوبي إلينستريتور وبعدل فيها نفتح فاتوشوب وهذا الملف إلا من الكليك وهو جانب الكامل وبعدها أنت ولمساتك في الفوتوشوب تعدل عليه وضبطي طبعا برنامج وسيع جدا يعني يعتمد على ابتكاراتك أنت وهذا كل شيء صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر